ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قولوا وإياكم هذه كلمة تحذير تفيد التنفير والزجر عما بعدها فقولوا وإياكم أيحذروا محدثات الأمور ومحدثات الأمور الأمور هنا جمع أمر والمقصود به الشاد قولوا ومحدثات الأمور محدثات جمع محدثة والمحدثة المقصود بها الأمر الذي خالف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مندرج في الأمور التي اختلفت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلاف يخرج به الشيء عن هديه وعن عمله يخالف هديه وعمله فالمحدثات إنسى المقصود ما جد فقد جدت أمور كثيرة في زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا ينكرونها ولم يكونوا يرفضونها بل أخذوها وعملوا بها وانتفعوا منها إنما المقصود بالمحدثات في قوى إياكم ومحدثات الأمور هو ما خالف ما كان عليه من هدي وما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في الأقوال أو كان ذلك في الأعمال فالإحداث وهو مخالفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يتطرق إلى العقائد وإلى الأقوال وإلى الأعمال يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور وقد جاء ذكر الإحداث وبيان حكمه في قوله صلى الله عليه وسلم في مراه البخاري وسلم من حديث إبراهب بن سعد عن أبي عن محمد بن قاسم ابن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا أول حديث وهذا من الحديث الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله في الأربعين النوية فقول من أحدث في أمرنا هذا أي من أوجد شيئا يخالف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه قوله أو ما كان عليه عقده فقول وإياكم ومحدثات الأمور أي اجتربوا الشؤون والأحوال والأقوال والعقائد والأعمال التي تخالف ما كان عليه حاله وشأنه وعمله وقوله وإعتقاده ولبيان علة التحذير من هذا قال فإن كل محدثة بدعة